المنشيني زي ما بنتكلم بيعمل شكل جديد يعني مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي أدى أداء غير مقنع على النواحي اللجومية رغم عدم يعني رغم وجود لوكاكو بنتكلم على دي براين بنتكلم على عناصر مهمة جدا هل غياب يعني هازرد كان مؤثر في قطة هجوم المنتخب البلجيكي أمام الدفاع الإيطالي؟ عندنا نتتم مهمين جدا في المباراة دي نتكلم عنه أولا الحفظ الكامل للعيبة إيطاليا للوكاكو لوكاكو كان هو المحور الأساسي في كل ماتشات بلجيكا اللي فاتت وطبعا من هدفين البطولة كل لعيبة إيطاليا قبلوه كتير جدا في الدورة الإيطالية هتكلم على كيليني وابو نوتش هو الراجل بيلعب في إنتر ميلا وكان هدف تاني هدف الدورة وراء كريستيانو رونالدو فبالطبع حافظينه مقدرش يعمل اللي عمله في الماتشات اللي قبل كده بس برضو على مستوى التكتيكي كان فيه قصور شوية لأن يعني هنتكلم أنا وانت فيه تفصيليا لكن خليني معاك أستعرض إحصائية المباراة وناخد منها بعض النقاط إيطاليا طبعا إيطاليا بلجيكا الأهداف 2-1 الفرص الأربعة طبعا حققوا منها هدفين منتخب الإيطالي على مستوى بلجيكا خمس فرص حققوا منها هدف واحد الأهداف المتوقعة 0.93 للمنتخب إيطاليا الأهداف المتوقعة للمنتخب بلجيكي كانت كبيرة جدا وصلت تقريبا لتنين الهدفين وده يعني هنتكلم عليه بالتفصيل مع إيهاب الاستحواز 54 لصالح المنتخب الإيطالي مقابل 46 للمنتخب البلجيكي التمريرات 546 تمريرة منها 493 صحيحة بنسبة 90% للمنتخب الإيطالي مقابل 486 تمريرة 411 صحيحة بنسبة 85% للمنتخب البلجيكي التصويبات 12 تصويب المنتخب الإيطالي منهم تلت تزددات ما بين التلت خشبات مقابل 9 تزددات للمنتخب البلجيكي ما بينهم 4 ما بين القائمة والعرض 4 عرضيات للمنتخب الإيطالي في حين المنتخب البلجيكي 11 عرضية فيه 5 طبعا 5 دربات ركنية لصالح المنتخب الإيطالي مقابل 9 ركنيات للمنتخب البلجيكي إيهاب ناخد ايه من الأرقام دي ونقدر نقف عندها نقطة المهمين التمريرات عدد التمريرات وإسمة استحواز الكور رغم السيطرة رغم الأهداف اللي احنا بنقول عليها ونسبة أهداف عالية كانت متوقعة للمنتخب البلجيكي في المباراة لكن احنا شايفين عندنا 54% استحواز للمنتخب الإيطالي وده بيعكس اللي احنا بنقوله يا كابتن الجديد اللي عمله روبرتو منشيني في المنتخب الإيطالي منتخب إيطالي بيمرر الكرة عمل تمريرات 493 تمريرة في المباراة ده بيوضح لنا إزاي فرق كبير عن 411 طبعا في حوالي حاجة وتمانين تمريرة زيادة عند المنتخب الإيطالي في المباراة ده يوضح لنا هو إزاي كان مسيطر على منطقة كمان وسط الملعب أهم ما يميز إيطاليا في البطولة دي بشكل كبير جدا منطقة وسط الملعب حتى أنت بتتكلمش في إيطاليا على مهاجم رأس حربة صريح برغم وجودت أموبلي يمكن أقل المراكز في المنتخب الإيطالي هو رأس الحرب بالزبط إنما عنده خط وسط هجومي يمكن الأفضل في البطولة ظل المتقلق إنسيني اللي بيقدم بطولة غير ومرشح بقوة لقب أفضل لعب في البطولة حالية صحيح صحيح طب على الجانب الأخر المنتخب البلجيكي ناس كتير جدا من محللين العالميين كانوا بيرشحوا إن هذا الجيل من أفضل الأجيال لمنتخب البلجيكا من سنوات طويلة جدا جدا وكان مرشح بقوة للحصول على البطولة شايف إيه اللي القصور في أو من خلال مباراة إيطاليا منتخب البلجيكي ما قدمش صورة جيدة أنا شاف منتخب البلجيكي لم يتم إعداده جيدا للبطولة عنده مجموعة زي ما حرق قلت من اللعيبة جيل لن يتكرر لبلجيكا جيل رائع جدا تأثروا جدا قبل البطولة بالإصابة اللي اتعرض لها دي بروين في مباراة نهاية أوروبا دوري أبطال أوروبا وغيابه عن فترة الإعداد للبطولة الشهر اللي قبل البطولة على طول تأثروا في المباراة دي بغياب النجم الكبير إيدن هازرد اللي هو بيقدم أداء مختلف تماما حظ وحش قوي يعني كل ما بيوصل لطوب فورم بتاعته يمكن قبل الإصابة كان وصل لطوب فورم بتاعته ولكن الإصابة حرميته طبعا بالضبط يا كابتالي قبله كان نجم المباراة وزي ما حرق قلت شفت التمريرات وشفت اللي عمله يجي وأداء مغير تماما اللي ما عليه في ريال مدريد حتى الجماهير بتتسأل الجماهير القاسب اللي لك بتسأل هو ليه ايه الشكل اللي بيظهر بي ده صحيح فده طبعا اللي عاملين دول أسروا لأن دول أهم لعبين لما يتغيب في منتخب عندك لعبين زي هازرد ودي بروين اللي برضو تصاب المطش اللي عبليك شوفناها في المطش ما تظاهر بمستوى المعهود صحيح